فيما يتعلق بمؤتمر المناخ كوب 27 أرى أنه مفيد جداً للدول الدول المعنية نحو تحقيق أهدافها المرجوة وهو أيضاً يؤدي إلى دفع قوية للأطراف المعنية من أجل أن تحقق حالة من المرونة وهذا ينعكس بشكل جيد ويمكن الدول الإفريقية التي تقل تنمية من الاستفادة من النتائج الإيجابية والجيدة التي نتوقعها من هذا المؤتمر